المتسابق الثاني عبدالله بن جمال حسين البيراوي من المملكة الأردنية ويقرأ برواية حفص عن عاصم المتسابق الثاني معاذ بن محمد راضي من جمهورية ماليزيا ويقرأ برواية حفص عن عاصم المتسابق الثاني عبدالله بن جمال حسين البيراوي من المملكة الأردنية ويقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أغنياء بغير حق ونقول دوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخن الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا فإن ذا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ آجَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْنُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّيْهِ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّيْ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّيْهِ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيْءٌ مِنَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمٌ قال أَتُحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ حسبك السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لجينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحيم حسبك السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين بسم الله الرحيم هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يسمعون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم لا يعلمون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله حسبك شيخ معاد السؤال الخامس السؤال الخامس والأخير اقرأ من قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يعلموا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ حَسْبُكْ والسلام عليكم حَسْبُكْ 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 حَسْبُكْ